ورجعنا لكم وبداية بقى حلقتنا لأهلي خطة أحمر حلقة حنحاول نوضح فيها حاجات كتير جدا في أوقات كتير لما بتكلم أنا وإحمد هنا بنكون دايماً بنرد على بعض الأشياء اللي بتتقال على النادي الأهلي بس كتير جداً لازم نفهم إن في حاجات هو الوقت اللي بيرد عليها خصوصاً لو المنافس ليك أو الشخص اللي تكلم عن الشيء ده وانتقده داخل النادي الأهلي هو اللي يمر الوقت ويخلي النادي الأهلي مرجعية ليه ويستشهد بمواقف النادي الأهلي ده اللي حتشوفوه معنا في أجزاء كتير على مدار الحلقة عشان نعرف إن المنهج بتاع النادي الأهلي دايماً هو اللي بنتصر يحب بالتأكيد يا فارس وده تاريخ صنع النادي الأهلي أهلاً بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة مميزة إن شاء الله من الأهلي خط أحمر أعتقد يا فارس موضوع المساحات موضوع بيشغل حالياً الرأي العام ومن مسؤوليتنا هنا وكمان حرصنا على أولاً سلامة الجميع سواء لعبين أو مدير فني أو أجهاز فني أو أي حد مسؤول حتى أسرهم أو كمان سلامة أو مصالح النادي الأهلي اللي بتتمثل في مشوار الأفريقي بالضبط يا أحمد إحنا بنواجه أزمة أنا في رأيي أن هي قد تعصف بمصابقة الدوري لو ما تدخلش المسؤول بصفته مسؤول بسرعة بمعنى بعض الأندية شفنا النهاردة خرجت بتصريحات رسمية إن هي لن تجري مساحات نتيجة التكاليف بعض الأندية الأخرى قالت بشكل واضح ومنها حتى الاتحاد السكندري هو اللي صرح بشكل رسمي وأكيد هيقوبها أندية كتير إن لأ إحنا هنجري المساحات عشان خاطر مصلحة لعبينة إذا تركت الأمور للبعض اللي بيقول إن إجراء المساحات شيء حتمي والبعض اللي هو بيقول لن يجري المساحات إذن أنت فيه خطر لأن الموضوع بقى قبيل الصدفة وبقى عشوائي فكرة إن أنا بقول اللي مش هيجري مساحة حقق باللاعب بغرامة مالية أو هكذا عقوبة هنا إحنا قدام مشكلة أنا كنادي ملتزم زي النادي الأهلي هجري مساحاتي وبقاب الفريق ما أجراش مساحات أنا نسبة خطر الإصابة عند اللعيبة بتاعتي بتتزايد لأن الفريق اللي قدامي ما أجراش مساحات فبالتالي أنا بلعب وأنا مش عارف مين اللعب المصاب من غير اللعب المصاب وهنا النادي الأهلي بحكم إنه هو بيمثل مصر وبيلعب في مسابقات إفريقية إحنا كمان بنعرض الموضوع لخطورة خصوصا كمان حاجة محدش راح لها منتخبنا داخل برضو على مواجهات حتبقى مهمة في توقفات مهمة إحنا بنهدد الاستثمار الرياضي بنهدد مسيرة الأندية زي معسامة قال مش خايفين على مصلحة اللاعبين وسايبين الأمور نشوف الخناءة مين الفتوة اللي حينتصر فيها ده شيء لا يليق بالكرة المصرية أبدا لازم العقلاء يتدخلوا وفورا والعقلاء طبعا لازم كمان نوجه رسالة للسادة المسؤولين وتحديدا المسؤول عن إدارة اتحاد كرة القدم المصرية لأنه هو المنوط بتنظيم المسابقة وما ينفعش يسيب الأمر بالشكل ده وحتى كمان العقوبة من وجهة نظرنا ما ينفعش تكون بخصم غرامة مالية لا أنت المفترض اتحاد كرة القدم المفترض الأندية دي أو المسابقة دي خضع لشروط اتحاد كرة القدم أنا مش هنا دوري أن أنا أتدخل في فكرة اللائحة اللي أرسلت للأندية وأن اللائحة في البداية الموسم كان مكتوبة أن الأندية هي المنوط بها دفع أو إجراء المساحات لكن في النهاية أنا هنا بتكلم عن سلامة لعبين ونشاط رياضي بشكل عام جدا طبعا كلنا عارفين أن النادي الأهلي أساسا حتى واتحاد كرة القدم المصري والتحاد الأفريقي كان بيجري مساحات كان النادي الأهلي بيكون حريص جدا على سلامة لعبيه وكان دايما شبه دوري إجراء المساحات ويمكن شفنا كمان قبل نهاء دوري أبطال أفريقيا كان النادي الأهلي حريص أنه يجري المساحات بشكل يومي حتى الفندوق اللي دخلنا فيه المعسكر كان الغرف مفردة يعني كل لاعب في غرفة الوحدة فبالتالي النادي الأهلي بيتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة لعبيه لأن في النهاية دي نفس بشرية ودي في النهاية مسئولية النادي الأهلي فنرجو من المسئولين كمان يكون عندهم نفس الحرص على سلامة جميع اللاعبين ويكون فيه أمر حل بقى احنا مش بصدد الحل احنا هنا بصدد أن احنا بنعرض مشكلة وتضرر النادي الأهلي من هذه المشكلة حضرتك يا مسئول عن اتحاد القرى لازم تشوف حل يرجع كل الأندية يجروا المساحات بقى مستحقتهم لدى الاتحاد خصم نقاط أي تهديد بشكل ما يتم تطبيقه على أرض الواقع يحافظ للنادي الأهلي ولكل الأندية على حقوقها وكمان سلامة المواطنين يا فارس أحمد سلامة اللاعبين المواطنين لا والمواطنين كمان لأن أسرهم بالتأكيد اللاعب يرجع لأسرهم بذلك احنا بنتكلم في منطق ما أعتقدش فيه حد يقدر يعرضنا في أنه اللي احنا بنتكلم فيه ده في مصلحة اللاعبا ويا جماعة لما بتيجي النشاط يتوقف وبتيجي تحصل مشاكل كل الأندية بتقن الرعاية بتتأثر يعني شوف حتى لو أنت خدتها من جانب اقتصادي فكرة أن أنا أحاول أوفر مقابل مسحة ده ممكن يضرني بشكل كبير أعتقد شرحنا وجهة نظرنا في المنطقة دي عشان نروح لحاجة تانية وهي مواجهات النادي الأهلي اللي مقبل عليها النادي الأهلي فاز نقدر نقول بصعوبة على طلاقة الجيش ولكن مباراة بعد أنت حققت نتيجة سلبية قدام سنبا عليك أن أنت كنت تحقق الانصار دايما بيكون فيه فوز ما يكونش هو الأفضل كأداء ولكن على الأقل الحد الأدنى أن أنت تخرج بالنتيجة قبل ما نشوف جدول الدوري أو جدول مواجهات النادي الأهلي المقبل عليها نبقى معاكم في فقرة عين تاني أعتقد يا أسامة بالنسبة للمواجهات اللي شفناها في الفترة اللي فاتت كان جمهور النادي الأهلي عنده بعض المخاوف كويس أن في ظل المخاوف دي أنت قدرت تحقق الفوز أكيد برضو جمهور النادي الأهلي عنده بعض التحفظات تمام شيء مشروع جدا والخوف على الفريق شيء مهم وإن كان الجميع بيفقد نقاط ولكن أنت عايز تشوف النادي الأهلي قبل مباراة مهمة زي فيتا كلاب واقف على أرض الواقع بشكل صلب شايف مباراة فيتا كلاب إزاي وشايف الوضع ممكن يروح لإيه خصوصا أن الفريق تاني الدوري أهل مباراة من مازينبي لو كسبها هتصدر الدوري ومباراة ليست بالسهل بص هي بالتأكيد مباراة صعبة وهنا رسالة للجهاز الفني ولعيب النادي الأهلي عادة قلنا قبل كده لما النادي الأهلي رجع من كأس العالم لليابان وتهزم أمام الإسماعيلي بسلسية كان طبعا المباراة صدمة لجماهير النادي الأهلي لكن كانت المباراة اللي بعدها النادي الأهلي ولعيب النادي الأهلي بينزلوا يفوزوا على المقاولين العرب بخماسية لمقابل هدف فبالتالي أنت محتاج ترجع الثقة للجماهير في نفسك طبعا شيء طبيعي جدا أن كل أندية العالم في الفترة دي يكون فيه تزابز المستوى شيء طبيعي جدا أن أنت لما بتكون بتحقق بطولة أفريقية صعبة جدا وبازلت فيها مجهود بدني وزهني وعصبي بشكل كبير جدا ثم كمان بطولة كأس مصر ثم ميداليا برونزية في كأس العام دي بالتأكيد فيه جهد واقع وإجهاد واقع اللاعبين بشكل كبير لكن احنا مش عايزين الفترة اللي فيها تزابزه بالمستوى دي تطول فبالتالي نتمنى تكون انطلاقة من مباراة فيتا كلوب نتمنى أن ما نخشش في حزبة المباراة السادسة عاوزين نحسن مباراة فيتا كلوب بزهاب وعودة بنركز مباراة الزهاب وآداء مهم وآداء يرجع ثقة جماهير النادي الأهلي أو مش عايزين نقول ثقة جماهير النادي الأهلي ومهم جدا أنها بتقف عند شخصية النادي الأهلي تشوفها في الملعب وهنا أتمنى من بيت سمسماني يركز على نقطة شخصية النادي الأهلي لأن بعض المنافسين بيكون فيه شغل كويس قوي بيتعامل ومذاكرة كويس قوي للمنافس ولكن مع احترام البعض المنافسين فيه وقت من ده فارس بناء محتاجين نوجهه للنادي الأهلي لتخطي السلبيات اللي ممكن نشوف من برات الفترة أنا هاخد من كلامك حاجة يمكن ما تنقشنش فيها قبل الهواء وهي فكرة أن أنت بتتكلم أنه جمهور النادي الأهلي رغم النتائج أو رغم البطولات اللي بتتحقق قد يكون بعض الأشياء الخاصة بالأداء بتقرقه جدا وبتخليه هو مشغول ومعني بيها وبتأثر عليه على عكس ما كان بيقال في وقت كتير جدا أنه جمهور النادي الأهلي بيشجع عشان البطولات على عكس أندية أخرى شفنا أنها مع مدربين بتقدم أداء دفاعي أو مش كمان دفاعي أداء بيفكر في الثلاث نقاط بس كان وقتها بيتقال أن المهم إزاي أكسب ده جزء من اللي احنا اتكلمنا فيه أنه لما بتيجي على أرض الواقع بتلاقي المعطيات متغيرة خالص عندنا يوم ستة يوم عشر الإسماعيلي يوم ستاشر فيتا كلاب أنا شايف ثلاث مباريات النادي الأهلي يقدر أهو الجدول معانا هم احنا تحديدا بيتكلم في الثالث مباريات الفرق الزمني ستة عشر ستاشر ومبارات الإسماعيلي ليست بالمباراة السهلة الإسماعيلي من الفرق اللي فعلا بدأت تقدم كورة كويسة جدا وده مؤشر خطر الإسماعيلي بيفوق هيبقى عايز يحافظ على ده وإنت نتيجة فيتا كلاب قد تفرق معنويا بشكل كبير في مباراتك ضد الإسماعيلي أنا بس مش عايز أتكلم عن فيتا كلاب بما أننا استعرضنا الجدول المباراتي النادي الأهلي في نقطة مهمة جدا أننا لغاية تاريخ 10 مايو تقريبا في مباراتين بين الأهلي والزمالك مباراتي قمة المفترض بين مباراتي القمة يكون عدد المباريات يكون واحد بين الأهلي والزمالك ولكن النادي الأهلي دايما بيدفع ضريبة فكرة تحقيق البطولات الخارجية سواء البطولة الأفريقية أو الذهاب لكأس العالم الأندية وتحقيق مدينة برونزية فبيتم تأجيل بعض المباريات ليه في الدوري المحلي النادي الأهلي بيرجع يدفع ضريبة التمن ده أنه هيلعب 6 مباريات بين مباراتي الأهلي والزمالك منهم 3 مباريات خارج ملعبه في حين النادي الزمالك هيلعب 5 مباريات فقط لغير الخمس مباريات منهم واحدة على استاد النادي الأهلي وأربع مباريات في استاد القاهرة يعني مش هيخرج خارج القاهرة مش بنقول مؤامرة كونية لكن بنوضح أن المرحلة الجاية صعبة ومحتاجة تكاتف ومحتاجة بزل الجهد وتركيز شديد جدا لأن المبارات دي بالتأكيد هتحسن مصير أو شكل الدوري العام معاكم اتطفق جدا وإن شاء الله النادي الأهلي ولعبي يكونوا على قدر المسئولية نروح بقى لحد هو فعلا على قدر المسئولية حد جمهور النادي الأهلي كل ما بيشوفه بيشعر أن فعلا النادي الأهلي عنده حارس عن لاق هو محمد الشناوي لما تفكر كده وتسترجع الفترات السابقة بعيدا عن دور اللاعب جوه قط اللبس وده حاجة مهمة جدا كمان داخل الملعب دور محمد الشناوي في الدوري الماضي دور محمد الشناوي في كاس العالم للأندية دور محمد الشناوي في كاس مصر دور محمد الشناوي حتى في الموسم الحالي أنت عندك حارس فارق بمسافة كبيرة عن الآخرين ولكن طبعا كل دي لقطات لمحمد الشناوي محدش يقدر ينكر تأثير محمد الشناوي اللي فعلا بقيت بتتفرج على النادي الأهلي وانت شايف فكرة الحارس اللي تصنيفه فيه جاب بينه وبين أي حارس آخر من زمان ما كناش حسنا الحادثة دي مع ده اللي أنا عايز أقول أن احنا بقينا نمتلك حارس مرمى يسير على نهج أساطير النادي الأهلي من فترة طويلة وتقريبا منذ رحيل عصام الحضري نسميها رحيل ما لقناش حارس مرمى يوصل للمستوى ده بالأداء ده بالرقية ده مش بس موسم واحد لأنه ممكن تمر حارس يقدم موسم على أعلى مستوى لكن فكرة الاستمرارية في الأداء فكرة النقطة اللي عشر إليها فارس فكرة كابتن وداخل غرفة خلع الملابس وفكرة أن أنا قلت قبل كده وتحديدا قبل بطولة دورة أبطال أفريقيا وقبل نهائي دورة أبطال أفريقيا قلت البطولة دي بطولة مخلصين فشارت القيادة على كتب محمد الشناوي ممكن تكون بشكل أو بآخر وصلتنا أن يكون معنا توفيق في مباراة نهائي دورة أبطال أفريقيا ويحاق الإنجازات دي لكن في حد فارس ما بيشوفش الإنجازات دي خالص ما بيشوفش الإنجازات أستاذ عمر الدرديل ببساطة جدا دايما بيطلع يقول قراء في الأول أنا هكلمكو إحساس الشخص بعيدا عن الكاميرا خلص في الأول كنت بتدائق منها وبحس أن الموضوع فيه نوع من الإساءات دايما والتطول بعد كده والله بدأت أتعامل بالموضوع بشكل أنه هو شيء أشبه إلي الكوميديا ليه؟ لما دايما تحط السم في العسل دي الحاجة اللي أنا بخاف منها تطلع تتكلم كلام منظم يدعي الحكمة وتحط فيه مجموعة من الأكاذيب اللي أنا كمتلقي ممكن للحظة تلعب في أفكاري وعقل الباطن فابدأ بعد كده حتى لو ما صدقتكش دلوقتي لما شوف حاجة بعد كده عقل الباطن يطلع على الأفكار اللي أنت كنت أيلها ويبدأ كلامك يأثر عليه والبعض بيحاول يطلع ترند فيبدأ كل كلامه نوع من أنواع السخرية فيبدأ يفقد مصدقية رأيه فيبدأ يطلع أفكار وأراء غريبة جدا هي مدعاء أن أنت تسمعها وتعرضها مش كنموذج للرد لا كنموذج إزاي لما يبقى عندك تربص يخرج الرأي فيه الشكل ده من الشاطف نطلع ونشوف الفيديو ونرجع لعقل محمد هو جناوي يعني إصابة خلال ساعات هتطلع الأمور الآية الآن لا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تبقى إصابة خفيفة لكن الشناوي راح في حتة تانية بجد يعني الشناوي خلاص لا لا الشناوي خلاص بدليل الهدف اللي ده خلا ومبارح راح في حتة تانية خارط خطأ خارط الشناوي الحارس الذي قاد فريقه لبرونزية العالم للأندية جميع الناس أشادت برأيه ومستوى وحنروح بعد كده بشكل دقيق لده بيتقال إنه هو أشبه بفكرة القطة اللي بتتحول لجمل أنا عايز أفكركم إن أستاذ عمر الدرديري كان عنده رأي قبل كده بمناسبة القطة والجمل إن أبو جبل أفضل بكتير مش شناوي أين هو أبو جبل فنيا الآن مين اللي نفسيا قدر يستحمل في المنافسات وفي اللقاءات الكبرى ويوصل بفريقه لمنصات التدويج ده الكلام العملي فكرة إن أنا إيه سأقول أصي دخل فيه هدف النهاردة فهي دي الكوميديا إن أنا أقول إنه دخل فيه هدف النهاردة ففين الشناوي اللي أنتو بتقولوا لو أنت بتقيم الموضوع بالاجتزاء ده فأكيد المشكلة مش هتكون عند الشناوي وأكيد ده نوع مش من النقض اللي الشناوي يرجع له أو يهتم بيه إنه هو يأثر في مستوى أو لا الأراء اللي زي دي بنعرضها عشان نشوف هل ده رأي ليه وجهته يتقال من باب إن أنا بقيم وبفيد وبأسر المشاهد بمحتوى ولا طالع بقول حاجة عكس الاتجاه عشان فعلا الرأي القطة يبقى جمال بص هو بنسبة خطأ اللي هو بيتقال إنه خطأ محمد الشناوي في الهدف اللي دخل في موارد مطلعه الجيش اللي هو بيتحمل جزء المسويه ولكن قد مباراة عالمية في مباراة طلعه الجيش بيقول مش الهدف ده اللي يخلينا نتكلم أو بيوقفوا عند الهدف ده برغم إنه لما تكلم عن جنش وأبو جبل قال أنا ضد إن جنش يوقف أساسي عشان أبو جبل غلط فيها ده صحيح فبالتالي المعار مختلف لكن الأهم من المعار المختلف هو الفكرة كلها إن أنت بتجيب اتنين حدي بيمثل إعلام النادي الآلي أو هو أهلاه طبعه بيشجل آلي وحد زملكاه وكل واحد بيقول رأيه فاللي بيعمله الأستاذ عمر إنه أساساً بيحجر على رأي الأستاذ علاء عزة مش عاوزه يقول رأيه أنت شايف إن أبو جبل هو أفضل حارس عادي جداً وجهة نظرك لكن لما ييجي الأستاذ علاء عزة يقول إن الشناوي أفضل حارس فالمفترض تتقبل وجهة نظره خاصة إن وجهة نظره دي وجهة نظر يعني متطبقة مع لو قلنا فنيين هنقول الأمر كويس جداً يعني خلاص في حد دارس أو مدرب حراس مرمى بيقول وجهة نظر دي فالأمر متوافق لكن كمان الأصعب إنه لما يكون ليك منافس في مركزك هو اللي بيعترف إن أنت الأفضل على الإطلاق ده نسمي إيه نسمع تصريح جدنا شواء بيتكلم عن أفضل حارس مرمى في مصر من هو حارس مصر الأول الآن؟ الشناوي أنا بقول لك بصنا راجل ماشي بشكل كويس فترة كبيرة جداً سنة غير دولتي السنة صح؟ بشكل كويس ما تقدرش تقول أكذاب لو قلت حاجة غير كده طب ليه ما دعمش زميلك؟ جبل مش بشكل كويس ولكن أنا 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 بتكلم الناس بتحبني لشان أنا حقاني بص من الصعب جدا إن حارس مرمى نادي الزمالك يطلع يقول إن أفضل حارس مرمى موجود في مصر حاليا هو حارس مرمى النادي الأهلي ولكن البعض قال لأسباب جن اشتخص علاقته بأبو جبل أنا مليش علاقة بالأسباب دي هو عاوز يهز ثقة أبو جبل في نفسه هو نجح في دولة لا ده مش موضوعي لكن موضوعي إن حارس مرمى نادي الزمالك حاليا وجنش له تاريخ كبير مع نادي الزمالك بيطلع بمنتهى السهولة يقول إن محمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في مصر طيب لو افترضنا إن هو تصريح من جنش يخص العلاقة بينه وبين أبو جبل حتى لو تصريح فيه زكاء فعلا ولكن أنا عايز أأكد معاك على حاجة برضو جنش من نوع اللي عنده الآن عالية هو حارس من السهل إن هو يطلع ويقول إن الشناوي أعلى هو على فكرة كان ممكن يقول مش شايف إن حد فيه فرق مستوى جبير ده التصريح الطبيعي بالضبط ولكن جنش وصل لمرحلة زي ما قسامة قال إن هو شايف إن يقدر أي حد مستريح وهو قاعد يقول فكرة إن الشناوي أفضل حارس بس كمان لما يبقى فيه حارس فعلا يستحق التحية زي كابتن محمد عبد المنصف اللي في السن ده بيدي العطاء ده ولما يتسأل عن رأيه في الشناوي يكون رأيه اللي هتسمعوه ده نطلع ونسمع الفيديو قبل ما أشكرك ده سؤال مش محتاج تفكير محتاج رد على طول في ثانية لو قلنا النهاردة الحارس رقم واحد في مصر من وجهة نظرك مين؟ طبعا محمد الشناوي طبعا لو قلنا إن محمد عبد المنصف بينافس حارس على المركز الثاني ممكن يكون مين؟ ممكن يكون أبو جبل المرحلة اللي فاتت طبعا ممكن يكون أبو جبل المرحلة اللي فاتت والقام محمد الشناوي هو بيتكلم في إيه؟ لو قال له تنافس حارس تاني الصدارة للشناوي محسومة هنا برضو ده مهم في إيه؟ إن انت عندك دلوقتي ترمومتر مقياس الحراس في الدور المصري هو محمد الشناوي أنا آسف يا أستاذ عمر الدرديري لما انت بتيجي حاليا تسأل أي حارس بتقوله انت فين من مستوى الشناوي وده مش عيب وده مش إساء للحراس بالعكس أنا لما حط حارس زي ده بالبطولات دي وبالإنجازات دي والمستوى السابت ده إن هو تارجت لي إن أنا أوصله ده الصح إنما أبسط حاجة إن أطلع أقول على حراس تانية أفضل وأطلع أقول هو فين الشناوي اللي انتو بتضخموه وفي النهاية أنا ما بفتش فريقي وما بفتش الناس اللي بتسمع لأن أنا ببساطة بوصل لهم إن الراجل ده مش مكتهد فابعده عنه فأنت حتلاقي الحارس ما بيشتغلش عن نفسه بتاعك لأنه مقتنع إن هو أفضل وفقا لكلامك وهو بعيد فعلا في المستوى رسالة نتمنى تكون وصلت للبعض يا أسامة خصوصا إن احنا نقشناها بهدوء وفي إطار الناس اللي بتوضح رأيها من غير إنحياس أنا عجبني جدا رأيك في الكابتن محمد عبد المنصف بالفعل قدم مباراة جيدة ومتقلق قدم مباراة جيدة أمام الأهلي وأمام برامدز وامام الزمالك ووضح جدا إن هو مركز وطبعا بنتمنى له التوفيق والحقيقة كمان لما يقول إن الشناوي بفارق مسافات كبيرة جدا عن أعرب منافس ليه وإنه بيدخل نفسه في تقلقه ده ثم نفسه على مركز الثاني في حراس المرمى مع أبو جبل ده شيء أكيد يحسب للشناوي والحقيقة الغريب جدا إن احنا في وقت تقلق محمد عبد المنصف في السنة ده ما سمعناش عن أي حد بيقول يروح منتخب مصر عشان يتكرم زي ما كان بيتقال على حارس آخر يروح منتخب مصر عشان يتكرم لهدف يخص جماهير النادي الأهلي ده كان موضوع الشناوي لكن الحقيقة ده مش آخر موضوع اتكلم فيه الأستاذ عمر الدردير والحقيقة هو حاول إنه يكون منطقي في بعض الأراء أراء تخص لعبي النادي الأهلي ولعبي نادي الزمالك والنقطة اللي أشار إليها فارس في المؤدمة لما تكلمنا عن فكرة إدارة النادي الأهلي والقرارات اللي تتخذها إدارة النادي الأهلي في الوقت اللي بيكون فيه البعض معترض حتى بيكون اللي اعترده من بعض جماهير النادي الأهلي لكن مع التجربة بيبان حاجة مهمة جدا إن البعض سهل جدا يمشى على طريق الآخرين والنادي الأهلي يرسم الطريق اللي يمشى عليه الآخرين نسمع فيديو عمر الدرديري عشان نرجع نعقق فيه يعني فرقة الزمالك فرقة كبيرة وكويسة لكن محتاجة إعادة ترتيب الأوراق خصوصا خصوصا أني أنا شايف يعني في جزئية اللعيبة دي ما ينفعش لعبت الزمالك تتكلم على فلوس طول الوقت وهم بياخدوا بعض اللعيبة بتاخد عود أكتر من لعبت الأهلي اللي لعبت الأهلي كسبانا ثلاث بطولات ليالو ثلاث بطولات رئيسية السنة اللي فات كسبه من نادي الأهلي فما أقدرش أميز لعب الزمالك وخليه أعلى من لعب الأهلي اللي هو كسب الثلاث بطولات وانت مكسبتش أنا بطولة مهما قلتلي انت لعب كبير يعني مين المفروض يبقى الأغلى فيه الأهلي طبعا يعني الأهلي الأفضل مش أفضل انت لعيش تدخني في الأفضل لا يا كابتين أنا بقولك مش أفضل بقولك اللي يكسب بربط اللي بيكسب يعني يعني لعيتي الأهلي الأغلى عشان هما الأفضل أصدق علشان لا مش عشان هما الأفضل علشان هو كسب أنا بتكلم أنا بربط المكسب بالفلوس الحافظ ماشي بس يعني عصي أنت ماشي بس هو هو ممكن مش عايز يقولها يعني مش مش عايز أقولها أنا بسهل يا كابتين انت بس بتدخلي حتى تانية اللي بيكسب هو الأفضل لا لا بس يدخلك يا جماعة حاضر يا جماعة بالراحة يعني الأستاذ عمر الدردير صابان عليه إن هو يستكمل وجهة نظره اللي هو حطاه وحس إنه لما يكمل هيوصل إن النادي الأهلي أو لعيب النادي الأهلي الحاليين أفضل من الموجودين في نادي الزمالك وهنا القصة اللي بنتكلم عنها هي فكرة مرتبات اللاعبين وتقييم اللاعبين فاكرين من ثلاث سنين لما دخل أحد مدربي أحد الأندية المصرية حاليا وتكلم مع الكابتن أو البشماني سعدل القيعي وقال له عبدالله السعيد أحسن لعب في مصر يطلب اللي يطلبه اتفعوله وقتها قلنا إن لأ النادي الأهلي في فئات والنادي الأهلي وقتها أو بعض من جمهر النادي الأهلي وقتها كانت ضد فكرة الفئات دي ولكن مع الوقت النادي الأهلي أثبت إن هو اللي صح رمضان صبحي قدامك ساعة وتقول آه أو لا مش رمضان صبحي ومش عبدالله السعيد والنادي الأهلي مكمل في طريقه فهنا تحية لمجلس إدارة النادي الأهلي الحالي اللي بيؤكد أو كمان بيعدد فكرة مجالس إدارات سابقة تاريخية خدت إن النادي الأهلي فوق جميع أبنائه والأهم تحية الجمهير النادي الأهلي اللي له طابع مختلف طابع مميز جدا وعلى مدار التاريخ مش هتلاقي واقع واحدة اختلف فيها لاعب مهما كان اسمه مع النادي الأهلي إلا لما كانت جمهير النادي الأهلي بتختار الشعار ده بتختار النادي الأهلي عشان كده طابع جمهير النادي الأهلي طابع مختلف تماما عشان كده هيفضل دايما جمهوره حما اتفق معاك جدا وعشان كده كمان لازم نقول ان احيانا البعض بيسألنا هي ايه فكرة مبادئ النادي الاهلي المصطلحته كتعريف دايما بشوف ان فكرة مبادئ النادي الاهلي اقرب لفكرة العقد الاجتماعي اللي هو بتقوم عليه الدول او قامت عليه الحريات والديمقراطية والدوساتير عموما انت بتتعارف على شيء دايما بيبقى مرجعك في منهجك النادي الاهلي على مدار التاريخ كمجموعة من المواقف في النهاية بقى عنده الارث ده اللي انت تقدر لما تبقى قاعد تشوف موقف بيحصل اوتوماتيكلي من غير ما تجتهد تبقى عارف ايه الاجراء المفترض هو ده هو ده بالزبط العقد الاجتماعي اللي انا وانت كأهلوية وكأدارة وكجمهور زي ما انت قلت عملنا كلنا مع بعض خليني اقول حاجة بس لان ده طبعا زي الكلام ده مش معناه ان احنا نادي بلا اخطاء لان في بعض الاوقات ده ملسا في التعاستات من ده بالزبط في بعض الاوقات هتلاقي فيه اخطاء فالبعض بيتصيد الاخطاء دي ويقوم يبني عليه او مش يبني ده عايز يهدم كل اللي انت بنيته خلال السنين اللي فات احنا نادي لنا اخطاء طبيعي جدا لان احنا في النهاية بيدير النادي ده يا فارس بشر والبشر معرض للخطاء ده هو المبادئ ميزة فكرة الاخطاء في ايه ان انا لما اغلط انا وانت هيبقى عندنا مبدأ حاكم يعني حاجة تالتة انا وانت نقول لا انت رأيك نسبي انا رأيي نسبي بس النادي الاهلي في موقف كذا عمل كذا هو ده اللي انا بدأت به لما قلت فكرة الارث الاهلاوي التراكمات على مدار سنين عشان كده في فترة سابقة وقريبة جدا لما كان الاعلام حتى المنافس بيتكلم عن فكرة رحيل اللاعبين سواء فتحي او رمضان عشور الى اخره كان الكلام زي ما قال لكو اسامة ان انت النادي الاهلي بيخسر ده او النادي الاهلي بيفتقد ده ولكن انت كنادي اهلي رجعت المرجعية تاريخية مع كتير جدا من لعبيك فخدت قرارك زي ما انت قلت اسامة الجمهور ما تهزش لان عنده المرجعية اللي تخليه تقول انك انت كقدارة قرارك صح فمر الوقت القصير مش الطويل عشان يرجع كابتن طارق يحيا يشوف النهاردة موقف النادي الاهلي مع اللاعبين دول كان ايه لما يستشهد بيه في شأن زمال كاوي نطلع ونشوف عظمة النادي الاهلي على لسان الاخرين نشوف فيديو كابتن طارق يحيا اللي شايف ان دي قدراته تقدر تسمح له انه يلعب في نادي الزمالك بالاموال دي وراضي بالاموال دي خلاص لكن فكرة تعالي على فكرة ان انا فلوسي وان انا اخد اكتر وان انا اقل ومن ده بياخد من اكتر مني انا مش بحب بضرب مثل بحد يعني لكن النادي الاهلي مش منه ستين في المئة من قوته الموسم اللي فات المجد ما الجد احمد فتح عبدالله السعيد قبلي رمضان رمضان اه مين تاني يا كابتن شريف اكرام وهم موجودين ما عارفوش ياخدوا افريقيا بالزبط والاهلي كسب افريقيا يعني ما بتقفش على حد ما بتقفش على حد يا جماعة مش هتقف على حد اجمل انواع العدالة اللي تأتي على لسان حد هو منافس ليك بلاش بقى مصطلحات غريم والكلام ده لا منافس ليك انه هو يشوفك انت القعدة لما هو عنده ملف بيحاول يستشف فيه ايه القرار الصح فضرب مثال بيك ضرب مثال دلوقتي ان انت اللعبة دي لما كانت موجودة عندك ما خدتش افريقيا اشتغلت بمنهجك واللعبة رحلت وبقى المبدأ وبقت البطولة حققت الهدفين ليه لان انت كان عندك نواية صادقة النواية دي مش والدة اللحظة 1918 يا اسامة وتكلمنا في الموقف ده قبل كده ست لعبين بيتكلموا ان هم بيستقيلوا عن مباراة وبطولة ولكن النادي الاهلي بشكله وبمبدأه برضو بيقدر يحقق البطولة النادي الاهلي يا اسامة طول عمره عنده منهج بيتتالى وبيكمل ومن رئيس نادي لرئيس نادي ومن ادارة لإدارة عشان تمر وتوصل لمرحلة لما بيتضرب المثل ما فكرتش حاجة عندنا رحت افتقرت حاجة عندك انت كنادي اهلي ما هو ده اللي احنا بنقول لها فارس من اول الفقرة ان النادي الاهلي بيرسم الطريق وعشان كده ونقطة مهمة جدا عايز اقولها في النقطة دي احنا كل ده واللي طلع ده كله واتقال للأسف اتقال حتى لو من منافس اتقال من منطق البطولة اللي حققها النادي الاهلي لكن احنا هنا بنأكد ان احنا بنقيم الصح صح والغلط غلط لان كان وارج جدا ما تحققش بطولة هل معنى ان انت محققتش بطولة ان الاجراء اللي انت اتخذته كمجلس ادارة او تعامل مع بعض اللاعبين كان غلط لا الاجراء كان صح لكن التكريم جالك والتوفيق جالك عشان يؤكد ان انت كنت ماشي في الطريق الصح فمن هنا جاء التوفيق ومن هنا كانت بطولة المخلصين نقطة مهمة جدا وشعراية مش عايز نوصل اننا نربط الحدث بتحقيق البطولة لان احنا طول عمرنا وتاريخ النادي الاهلي من قبل ما يحقق البطولات كان في مبادئ حلو جدا لما تسمع الكلام ده مني حلو جدا لما تسمع الكلام من فارس حلو جدا لما تسمع الكلام ده من اي حد مصري عد على تاريخ النادي الاهلي لكن الاعظم انك تسمع الكلام ده على لسان ناقد عراقي في قناة خالجية بيتكلم عن عظمة النادي الاهلي في مواقف تجديد اللاعبين وعقود اللاعبين وان دايما النادي الاهلي اعلى من اي لعب نسمع الفيديو ده لأن في الفعل فيديو يسعد كل جماهير النادي الأهل كيف أنت اليوم تخلي اللاعبين هم من يتحكمون بالنادي وهذه الأندية الكبيرة هم من تصنع اللاعبين وليس اللاعبهم من يصنع الفرق الكبيرة أنت اليوم عندما نتكلم عن هذا الموضوع نتكلم عن ميثاق شرف عبد الله نتكلم عن مسألة جدا مهمة ميثاق الشرف الأندية الكبيرة مثل الزمالك والأهلي يرتبط بمبادئ وقيم النادي هذه مسألة مهمة جدا وعندما نتكلم عن المبادئ والقيم يابد أن نستذكر الأهل المصري الأهل المصري هو قمة في هذه المواضيع شوف النادي الأهل المصري في عام 1918 عندما قام ست لاعبين بالفريق بالاستقالة ولو يذراع الإدارة ماذا عمل عبدالخالق ثروة باشا اللي كان رئيس النادي في ذلك الفتر قال لهم اذهبوا حيث ما شئتم اذهبوا احنا ما نريدكم احنا نادي كبير الأهلي أكبر من الجميع كانت هذه أكبر رسالة وجهها عدغال في عام 1928 عندما قام حسين حجازي بعدم استلام المدالية وقام بأرغام اللاعبين لعبي الفريق الأهلاوي لأنه حصل على المركز الثاني ماذا عملت الإدارة في تلك الفترة ماذا عمل جحفر والي باشا رئيس النادي أوقف حسين حجازي ومنعه حتى من لعب نهائي كأس مصر في تلك البطولة وفاز فيها المبادئ دائما تنتصر خالص تحياتي خالص تحيات كل أهلاوي عن الحماس اللي انت بتسرد فيه تاريخ النادي الأهلي وبتستدعيه في لحظات الفيديو أطول من كده اتكلم عن كل مبادئ النادي الأهلي اتكلم عن سنة 85 وإيقاف 16 لعب اتكلم عن حسين حسين وكمان متذكر أن الواقع كانت بينه وبين ناصر السليس متخيلين الراجل دارس تاريخ النادي الأهلي قد إيه وإزاي قادر يستدعيه من 1918 قبل ما النادي الأهلي يحقق أي بطولة كابتن ميثم عادل العراقي شكرا جزيلا لحماسك عن النادي الأهلي شكرا جزيلا من برنامج الأهلي خط أحمر لما تحدثت بيه عن النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي شيء محترم وبجد النادي الأهلي يا جماعة مفخرة للرياضة المصرية إحنا جبنا رأي زمال كاوي وبعدين رأي عربي عشان نقول إن اللحظات دي يا جماعة ما ينفعش نيجي نختزلها بعد كده ونستغل موقف وننساها دي لحظات عامة هي دي حقيقة النادي الأهلي في عيون الجميع وحيظل النادي الأهلي بمبادئه اللي البعض بتسبب له مشكلة النادي الأهلي فعلا النادي بيرسي قواعد ومبادئ فخورين بيها وفخورين إن إحنا جزء من منظومة بالتأكيد يا فارس ودلوقتي هنطلع فاصل انتظرونا عشان عندنا فقرة مهمة جدا بعد الفاصل ورجعنا لكم وحلقة إحنا شخصيا مستمتعين بالشق اللي بنتكلم فيه عن مواقف تخص النادي الأهلي ولكن زي ما قولنا النهاردة الحلقة فيها سلسلة من الحاجات اللي هي تبدو ليك كلها مختلفة ولكن في الآخر تلاقيها بتصب في شيء واحد وهو النادي الأهلي بالضبط النادي الأهلي بقى لقواعد داخل المباريات هي قد تكون قواعد فنية ولكن تحولت كمان لقواعد تخص شخصية النادي الأهلي داخل المباراة من القواعد المحببة لكل جمهور النادي الأهلي وهي القاعدة الأولى لا تأمن مقر النادي الأهلي في الدقائق الأخيرة والقاعدة التانية اللي هي لا تنسى القاعدة الاولى اللي احنا لسه ايلنها بس في البعض نسي القاعدة الاولى والقاعدة التانية فشاف الدقيقة تسعين اللي هي سر من اسرار النادي الاهلي بشكل لازم نرد عليه نطلع ونشوف الفيديو هو استقرار وعدم استقرار لكن بلاس تسعين والروح دي بتيجي من ايه من وجهة نظر ده بيعوض به جزء فني يعني لعبة النادي الاهلي بروحها بتعوض بلاس تسعين دي انا عايز اقولك المباراة المباراة هي المباراة اعمل هكمل بس حكمل ضي المباراة هي تسعين دي اه والوقت الاضافي كه gender فبالتالي انا احرش هول المباراة في النادي لا 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 هنا في خلط ما بين هو النادي الاهلي يروحوا بتغيب تسعين دي او تيجي يبتكرها في الديئة التسعين لا اطلاق نادي الاهلي من اللحظة الاولى في اي مباراة هو النادي الاهلي بدليل كل البطولات اللحاء ولكن في اللحظات اللي بيبدأ الفريق اي فريق في موقف صعب يبدأ يتهز فيها يتوتر بحكم ان المباراة الربط تنتهي يبدأ يفقد تركيزه بتلاقي النادي الاهلي هو ده تاريخيا فيه طلقت وقائع يخصه بس النادي الاهلي والنادي المصري في كاس مصر بنتكلم في سنة 45 بتلاعب النادي المصري والنادي المصري بمتقدم عليك 2-0 الدقائية الاخيرة حتى المباراة انت بتزاع في الراديو بيقطع البس بتاع الراديو وبيتم اعلان اخبار تخص الحرب العالمية بيرجع البس بنكتشف ان النادي الاهلي متفوق 3-2 هدفين سجلهم الراحل احمد مكاوي والراحل حسين مدكور عشان خطر يفوز النادي الاهلي لدرجة ان بدأ البعض بورسعيد وقتها يتكلم ايه اللي حصل اللي بس تقطع النادي الاهلي فيه حاجة غلط بتيجي النادي الاهلي فيه سنة 84 وهو برضو بلعب النادي المصري في نهاية كاس مصر بتيجي بتسجل في الدقيقة 90 كابتن علاء ميهوب بعد ما كان نادي المصري متقدم بتيجي كابتن علاء ميهوب يعادل في الدقيقة 90 بتلعب بعد كده كابتن علاء ميهوب بيسجل في الدقيقة 110 وبيسجل كابتن خالد جدالله الهدف الثالث 2017 المباراة الشهيرة اللي بيقدر عمر جمال بيسجل فيها في الدقيقة 117 ويحسم اللقب احمد فتحي هل ده من قبيل الصدفة لا هو نفس الفكرة يا جماعة اللي واخدنا معاكم خط طول الحلقة انت عندك مرجعية بنت شخصيتك على مدار السنين كابتن عماد متعب اتشكلت شخصيته في النادي الاهلي في 2005 في بداية مشاركاته الافريقية فاول بطولة ليه بيسجل في ايكس في الدقيقة 95 ايكس كبتاون وبعد كده بيسجل الهدف في الرجاء البيضاء في دور المجموعات عشان يبدأ يقولك لا فيه شيء مختلف فيه لاعب عنده شخصية الدقيقة الاخيرة تمر السنين ويحسم بعدها مباراة ببطولة زي كونفيدرالية وسيوي سبورت ولقاءاتها هدفه في فاكسطيف وبطولات كتير جدا واهداف كتير جدا اللي عماد متعب واهداف اخرى ده كله تشكل ازاي هي شخصية النادي الاهلي النهاردة بالصدفة وانا جاي كنت بس مع كابتن وليد عبداللطيف لعب نادي الزمالك قال احد اهم اسباب اضاعة ضربة الجزاء اللي ضحها عبدالله جمعة ان هي جات في الوقت الاخير قال انا شفت لعبت الزمالك مش مقبلة على تسديد ضربة الجزاء وعبدالله جمعة رحشا ده فارق طبعا احنا جبنا الكلام على لسان واحد زمالكاوي شاب في الدقائق الاخيرة انت عندك اللعيبة في الدقائق دي ما عندهاش نفس الثقة اللي عند لعيب الاهلي فايزا الموضوع مش وليد الصدفة عبد شوف اللي انت سردته ده كله بيؤكد ان النادي الاهلي تاريخيا بيستمتع لعبه او بيتمتع لعبه بفكرة اللعبة حتى اخر لحظة ومهم جدا كلعيب النادي الاهلي يترسخ ده خلال اجيال متتالية ان انا دايما لازم العب لحد اخر لحظة وارج جدا عشان هو بيقول هي ديها تسعين ماذا ديها الاولى لا هي ديها تسعين عند النادي الاهلي مفهومة مختلف عند باقي الاندية لكن وارج جدا وانت بتلعب لغاية اخر لحظة ما يحلفكش التوفيق وارج جدا زي ما بيتقال الاهلي بمن حضر تيجي تلعب بتشكيل ناقص عدد من الاسيين وما يحلفكش التوفيق لكن مهم جدا ان اللاعبين يكون وهم نازلين مباراة عندهم ان الاهلي بمن حضر ولازم تلعب على ده وتلعب وتسعى للفوز طول ما انت موجود على ارض الملعب والحد اخر دقيقة لحد صفارة النهاية ده مكتسبات عند النادي الاهلي شفناها في اوقات كتيرة جدا فارس شرح جزء كبير جدا منها اوسرت جزء كبير جدا منها طبعا ما ننساش اللقطة التاريخية لمحمد ابو تريكا في صفاكس التونسي اللي حولت مصار الجيل بشكل جميل جدا وصلت ان انت تاخد برونزية كأس العام الاندية وبقى فيه شخصية للجيل ده مهمة جدا ما تنساش طبعا مجد افشا صحيح ما كانتش بلاس تسعين ولكن من اهم الاهداف اللي في تاريخ النادي الاهلي هو هدف مجد افشا اللي في اللحظات الاخيرة اللي هيكون عندنا معاه وقفة مع احد كبات النادي الزمالك عشان نوضح الفارج ونوضح ازاي النادي الاهلي عنده مكتسبات البعض بيحاول يفقدها للنادي الاهلي دي مجموعة طبعا من الاهداف على سبيل المثال لا على سبيل الحصر لان لو على الحصر الموضوع كبير جدا 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 وعندنا في كل موسم اكتر من خمس او ست او سبع اهداف لكن مش ده بس اللي كان بيقوله الستاذ عمر الدردير لا ده كان اتجاه وحصل في نفس الاسبوع يمكن كمان مع الكابتن باسم مرسي اللي طبعا كنت تعرفين هو دايما مصطلح شهير انه هو مش متابع حتى لما بدأ يتابع كان شايف ان لحظات الحسم عند النادي الاهلي حظ شوف باسم مرسي والزمالك اما بروح لاخر الربع ساعة واخر عشر دقيق مش حقا كويسة لنادي الزمالك عمات انا هو لازم يخلص الماتشق بدري عشان يستراحوا اللعبة بقتلعب برحيطة وفنيات بقى انه ده ده طبعي الزمالك اذا غير الاند الاهلي الاهلي ممكن يكسب ماتشف ده تسعين الزمالك يقدر يخلص ماتشف ده تسعين بس هي بتبقى ماشي يا كابتن من الاخر انا اصلا بحليها كده هو شايفة انها ماشية مع النادي الاهلي طيب ماشية مع النادي الاهلي مرة مرتين 310 مرات لكن لما نتكلم في حاجة من 1945 ولو نقبنا في التاريخ هنلاقي ما هو مقابل من ذلك وبنتكلم عن حاجة ماشية مع النادي الاهلي للدرجة اللي ما بقيتش بس او ما بقاش بس لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بينتظروا ان دايما النادي الاهلي يسجل في اللحظات الاخيرة لا ده كمان المنافس بقى هو بيلعب النادي الاهلي بقى كمان منتظر ان النادي الاهلي يسجل في اللحظات الأخيرة دي أصعب حاجة على أي منافس إنه هو جوه المباراة يبقى عنده الخلفية اللي ما كانتش عند البعض إنه هو عارف إنه جوه المباراة النادي الأهلي في الدقائق الأخيرة صعب جدا نطلع ونشوف إسلام جابر لاعب نادي الزمالك نفسه قال إيه أنا كنت قاعدين برا في المواسكر بقول لهم أنا حاس إلينا نكسب اتنين واحد أنا حاس إحنا حاس إحنا مركزين وكويسين فليه ما نكسبش فهم بيقولوا البونت كويس قلت لهم طبعا البونت كويس من نادي 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 كبير فأحنا أصلعت برا في الدياعة 85 كده فقلت لهم إن شاء الله الموتش هيخلص كده فقالوا لي لا الأهلي بتعديها 95 لا والله انتوا عادين عالدك كل دي حوارات عالدك ده دار بينك وبين مين ما بين أنا والإداري والدكتور قالوا ليك الأهلي بتعديها 95 وفي أعلم الدياعة 85 يعني كالعبوم أحسس إليها صدق لا لازم الحاكم نسفر بنفسه عشان نسد ما يتمنوشه لما السفرز اطلع يبدو إنه هو خد ما يخص النادي الأهلي وخد نصيحة الناس اللي كانت عادة مع الدكة فراح الزمالك نشر الفكرة فأصبح حدف أفشى وغيره من الأهداف ببطولات نتيجة إن الفريق اللي قدامك عارف إن انت في الضقائق الأخيرة حاسم يا باسل بص هو بعد الفار حتى ما تأمنش النادي الأهلي بعد صفارة الحاكم لأنه وارد جدا الفار يعيد الصفارة دي فدايما ده اللي كان بيتقال إسلام جابر كان قاعد على الدكة وللأسف هو كان ظن إنه خلاص كسب وطبعا دي مبارات اتنين اتنين اللي سجل فيها أيمن أشرف الهدف في الديئة 95 لكن القصة مش بس إسلام جابر وهي دي النقطة اللي احنا مصررين إنه نتكلم عنها مش عاوزين حد يكسر قاعدة للعبي النادي الأهلي مش للجيل ده بس لأي جيل جاي لأنه بيوصل للعبين آخرين القاعدة اللي هتشوفوها على لسان كابتن حازم إمام كابتن نادي الزمالك وهو بيحكي عن وقعة هدف أفشة نشوف الفيديو لما قفشة حطت الكورة ودخلت جوه الشمكة شعورك كان إيه؟ بصت على الوقت أول ما جون جي ما بصت ما فكرتش فيها حاجة في الوقت أنا كنت فكر ما كنتش بصت ما كنتش متابعة لوقت خالص لأن كانت أحداث الموطش سريعة وموطش كانت سريعة جدا بصت على الوقت لما لقيت ديها خمسة وتوانية وستة وتوانية عرفت إن إحنا مش هنعوض يعني أنا أنا كنت كان أنا ما قلقتش على فكرة أول ما جون جي ما قلقتش قال إيه؟ يعني ما شفتش أفشة حطت الكورة فابو جبل ما قلقتش إيه إيه الرياكشن اللي جالك في ثواني؟ ما قلقتش قال إيه والله إيه لقيت أول ما بصت على اللوحة وليت الوقت لقيت ما كيش وقت هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها ما يمتلكوا النادي الأهلي يفتقدوا الآخرين مع كامل احترامنا للآخرين الهدف في الدقيقة 85 و45 ثانية حزم إمام ما كانش واخد باله إن الهدف في الوقت المتأخر ده فكان حاسن هو ممكن يعوض لكن لما شاف إن الوقت ده بالشكل ده فقد الأمل تماما اسمحوا لي بس أطلع لنقطة مهمة جدا هي نقطة عمر السعيد أنا واحد من الناس كنت شايف الحماسة اللي كان بينزل بقى عمر السعيد هو بيغرد تشارت أنا هنزل أجيب التعادل أنا هنزل أجيب التعادل ده شيء إيجابي جدا لعمر السعيد بس هو بقى بينزل في الجونة بيسجل أهداف وبيجيب أهداف لكن ما جابش في مباراة الزمالك لكن كان عنده شعور مختلف تماما عن شعور كابتن نادي الزمالك حازم إمام هو إن خلاص رمى الفوطة الموضوع انتهى مش عاوزين أبدا نوصل لعيب النادي الأهلي أو أي جيل من النادي الأهلي يفقد الحماس لغاية آخر ثانية ودايما يبقى عارف إنه مطالب بالفوز والأهلي دايما بمن حضر وروح الفنان للحامرة موجودة وده إرس لازم نكمل عليه حتى لو في بعض الأوقات خذلنا بعض المواقف أو بعض المبريات بالضبط أحمد هي دي زي ما قلنا إحنا شرحنا إرس النادي الأهلي في مواقف كتير جدا كلها بتجمع زي ما أنت قلت النادي الأهلي حنيجي بقى كابتن ميدو ليه فيديو شهير كده كان بيصوف فيه تصويبة طلعت للأمر أعتقد الخبر ده ألش بنفس التصويبة حنوقف عنده بس طبعا بنهنيه على منصبه الجديد وإنه تمنى ما يقصرش على رأيه إعلاميا وهنا حنرصد لا وما يقصرش كمان على دوره قاعد ومجلس إدارة نادي آخر بس في الدرجة التانية حاليا دي قصة خاصة بي ولكن إعلاميا فيما يخص تناول النادي الأهلي حنرصد بقى ده وعندنا قد يكون بعض الأشياء اللي كان بتقال ما كناش بنبقى فاهمينها دلوقتي أصبح عندنا شواهدها بس برضو نرجع ونشوف الخبر ده اللي في وقتها كان غريب بالنسبة لنا ونشوف الأيام ردت عليه إزاي نشوف كابتن ميدو بيقول إيه عن كابتن وليد سليمان نروح ونشوف الفيديو عايز أقول لكم أن وليد سليمان عنده مشكلة كبيرة جدا وليد سليمان شايف أنه هو سليم وأنه هو يقدر أنه هو يخش القايمة النادي الأهلي عرض على وليد سليمان أنه هو يسافر معهم الضوحة وأنه هو يبقى خارج القائمه كما تعرفين طبعا أنه أمام البنك الأهلي وليد سليمان جاله هامسترين جاله شد في العضلة الخلفية ولكن النهاردة الدكتور اللي عمل الإشاعة لوليد سليمان بعث له رسالة بالتطور الأخير لحالة الإصابة لإصابته وقال له أن أنت جاهز أن أنت تنزل الملعب من النهاردة لازم تهتم بس بالستريتشات بشكل أكبر حاجات معه أنا قاله لكن قاله أن أنت جاهز أن تنزل الملعب فوليد سليمان شايف أنه هو يقدر أنه يخش قائمة كاس العالم وشايف أنه هو بالنسبة له يعني ليه يسافر ويبقى برق قائمة وهو ممكن يخش القائمة مشكلة كبيرة جوة دماغ وليد سليمان وليد سليمان وبقوله كلام ده يعني كلام 100% حقيقة وليد سليمان معطرد بشكل كبير جدا أنه هو يبقى برق قائمة كاس العامل الأندية لأنه شايف أنه هو لعيب كبير وعنده خبرات كبيرة ويقدر يفيد الفريق وأنه هو سليم ليه يبقى برق قائمة الراجل تواصل مع الدكتور بتاعه اللي عمله الإشاعة بتاعته الإشاعة المقطعية بتاعته قال له أنت سليم وانت جاهز أن أنت تنزل المرعب حانا طول عمر أسمع مصطلح أنت بتفتي في الطب أو ده أول مرة أشوف ترجمة حقيقية لي أنت بتفتي في الطب ده كان الدعم للنادي الأهلي قبل الصفر لكاس العالم للأندية بنتكلم عن معلومات أن اللاعب تقال له انت جاهز وتقدر تشارك واللعب زعلان أنه هو مش محطوط في القائمة طيب كابتن وليد سليمان من يوم الفيديو ده ومن قبل كاس العالم للأندية لحد دلوقتي مرجعش الملعب المعلومات المية مية جماعة لما أقول معلومة مية مية حتى لو من قلالي من مصدر أي أن كان إيه هو أنت حتقول أنا كان عندي مصدر لما أقول معلومة مية مية يبقى المعلومة دي أنا متأكد منها أن هي قابلة للتطبيق الكلام ده ما حصلش إذن المعلومة ما كانتش مية مية والمعلومة طبيا ما كانتش صح وإصارة الموضوع قبل كاس العالم للأندية والأجواء اللي النادي الأهلي كرم وليد سليمان فيها وعلى فكرة هو هو يستحق لأنه هو من أعمدة الفريق ومن كباتن الفريق ومن ناس اللي لها دور مؤثر جدا حتى لو ما كانش جوها الملعب كان واضح جدا خارج الملعب وشوفنا في فترة إصابة وليد سليمان بكورونا والتصوير اللي لعبين من الملعب ليه إذن كانت المعلومات دي هل هي فادت حد إعلاميا؟ بس كانت تقدر تضر النادي الأهلي وتقدر تعمل مشكلة خصوصا أنه كلام مطلعش 100% طلع كلام مرسل بس خلينا يكون متفق أن الكابتن ميدو من حقه يقول أي تصريح تمام؟ ولكن زي ما أنت بتقول المهم من التصريح ده يكون 100% بس في بعض الأخطاء ويع فيها الكابتن أحمد حسان ميدو لما بيتكلم عن طبيب كابتن وليد سليمان الخاص أكد له أنه قادر يلعب الحقيقة الموضوع مش طبيب كابتن وليد سليمان الخاص لأنه هو في النادي الأهلي ففيه جهاز طبي في النادي الأهلي والجهاز الطبي في النادي الأهلي كان مسافر اليابان وكابتن وليد كان بيحاول أنه يقعد في مصر عشان يكون الاتنين ده كترة اللي مسافرين اليابان يكون رعيتهم الكاملة للعبين أو للقايمة بتاعة النادي الأهلي وكان عارف أن حاجة صعبة جدا أنه هو يدخل قايمة المباريات كأس العالم مش بس الإصابة لأ كمان عشان هو كان القايمة تبعتت وهو مصاب فكانت 23 لعبين جاهزين ومش هيدخل غير في حالات حرجة جدا فأعتقد الكابتن أحمد حسان ميدو أنا مش أقولك كن حريص أن أنت ما تطلعش الأخبار دي عن النادي الآلي كحرصك على أنك ما تطلعش أخبار عن نادي الزمالك لدرجة أن أنت إمبارح قلت أنا عندي معلومات حصلت من 3 أو 4 أيام لكن بما أن كناة الزمالك رسمية أعلنتها فأنا أعلنها طبعا ده مش أول موقف وموقف قبل كده حصل مع لعب قبل نهاية دورة ربطالة أفريقية وقالك لعب مهم وبارس جدا في النادي الآلي عنده كرونة فواضح جدا أن الكابتن ميدو ما بيستناش على أي خبر يخص النادي الآلي خصوص الأخبار زي دي أسامة ممكن أنت مش هتقدر تفهم حضيف إيه إنه هو كسبق قدر ما هي هتعمل مشكلة وفي الآخر بتطلع هم وضحنا الأمور والكابتن وليد سليمان مازال أمامه من 10 إلى 12 يوم وبيتلقى لسه العلاج الطبيعي إن شاء الله يرجع بالسلامة أبو سليم مفتقدينه جدا وده كان تصريح حبينا نعقب عليه الكابتن ميدو اشتركوا في القناة